أهلا بكم في مقرر الكيمية الكهربية كيم 233 في الوحدة التاسعة السلسل الكهروكيميائية ومعادلة نيرنست ذكرنا أن أحد أهم أوجه الفائدة من السلسل الكهروكيميائية هي تحديد تلقائية التفاعلات الكيميائية وذلك من خلال حساب قيمة دلتا جي إذا كانت دلتا جي سالبة إذن التفاعل الذي يجري داخل الخلية الكهروكيميائية يكون تلقائي أما إذا كان قيمة دلتا جي موجبة التفاعل يكون غير تلقائي في هذا المثال المطلوب تحديد هل هذا التفاعل تلقائي أم غير تلقائي للإجابة عن هذا السؤال يجب أن نكتب التفاعل في صورة نصفي الخلية الحديد 2 ينتج في لزة الحديد ويكتسب إلكترونين بينما النكل يتحول إلى أيون النكل 2 ويفقد إلكترونين وبعد ذلك يجب معرفة جهود نصفي التفاعل من خلال السلسلة الكهروكيميائية جهد اختزال الحديد 2 إلى الحديد 0 هو سالب 4 من 100 فولت بينما جهد اختزال النكل 2 إلى النكل هو سالب 25 من 100 فولت الخطوة التالية هي حساب جهد الخلية جهد الخلية يساوي جهد الكثد نقص جهد الأند لكن ما هو الكثد وما هو الأند للإجابة عن هذا السؤال يجب أن تنظر إلى المعادلة المعطاة العنصر اللي بيحصل له عملية أكسدة هو الأند بينما العنصر اللي بيحصل له عملية اختزال هو الكثد الحديد كان موجب 2 وأصبح صفر إذن دعم لية اختزال إذن الحديد هو الكثد بينما النكل تمت أكسدته من صفر إلى موجب 2 إذن النكل هو الأند إذن جهد الكثد نقص جهد الأند سالب 44 من 100 فولت ناقص ناقص 25 من 100 فولت إذن جهد الخلية يساوي سالب 19 من 100 فولت بما إن جهد الخلية سالب إذن طاقة جبس الحرة ستكون بإشارة موجبة وبالتالي هذا التفاعل غير تلقائي بهذا ينتهي الدرس ونلتقي في دروس لاحقة لشرح مقرر الكيميا الكهربية ترجمة نانسي قنقر